وصفة دلوقتي مع بعض زي ما قلت لكم قبل الفصل انشلادة الدجاج وصفة ظريفة كده وسهلة هقول لكم تتعمل ازاي بصتو هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن عيش تورتية تمام؟ وحشوة وسوس الانشلادة ده سوس هنعمله مع بعض دلوقتي وهو ده اللي احنا هنحطه بعد ما نزبط عيش التورتية بالحشوة اللي احنا هنحضرها فانا هقول لكم الحشوة الاول بعد كده سوس الانشلادة ونبتدي على طول في تطبيق الوصف بصوا انا معايا صدور من الفراخ المسلوقة ومتقطعة او متنسلة كده زي ما انتو شايفين هي مسلوقة كمية براحتك خالص متفصفصة كده معانا مكعب زبدة معلقتين كبار من الزيت معايا بصلايا متقطعة حتة صغيرة معانا فصين تلاتة كده من التوم المفروم عيش التورتية وجبنا شدر وجبنا موزارلة تمام؟ نيجي بقى للسوس الانشلادة عبارة عن ايه؟ معانا معلقة كبيرة تلات معلق كبار من الدقيق معانا معلقتين كبار من الزبدة معانا معلقتين كبار من الزيت هنحتاج كمان شربة وهنحتاج عصير طماطم تقريبا 4-5 طماطميات كده حلوين مضربين في الخلاط وهنحط عليهم بقى بصل باودر توم باودر معلقة صغيرة خالص ممسوحة كده من الكمون رشة قرفة خفيفة ورشة شطة ملح وفلفل وهنحط كمان معلقة صغيرة من التشيلي باودر اللي هو يعني ممكن لو مش متوفر عندك التشيلي باودر هنحط رشة شطة خفيفة جدا بس ونبقى كده حضرنا ايه صوس الانشلادة اللطيف ده اللي هنسقي بيه الملفوف الانشلادة نفسه تاهمين حاجة؟ إن شاء الله دلوقتي هنسوف مع بعض أنا معايا هنا الووك سخمتها وعايز أحط لها زيت وانزل بالفراخ والبصل وأشوحها عشان أحضر الحشوة اهو هنا كده هنحط ايه معلقتين كبار من الزيت وهننزل بالبصل الأول البصل كده ايه؟ يعني يتقلب كده وفي نفس الوقت هنحطر صوس الانشلادة معاكو برضو على طول هنحط الزبدة والزيت لما إني مسخنة الحلة فهبتدي بالزيت الأول عشان الزبدة ما تتحرقش معايا كده واحط الزبدة تمام أول ما الزبدة كده تبتدي تسيح هنزل على طول بالدقيق وبقية التوابل والشربة وعصير الطماطم عشان تبقى جاهزة معنا وهنا البصل اهو كده الزبدة والزيتة هم تمام هحط الدقيق كده اول ما الدقيق كده ايه؟ ده يبقى شكله مع الزبدة هنزل بالشربة وفي الطماطم كده زي ما اتفقنا مثلاً أربع خمس طماطميات ولا حاجة مضربين في الخلاط وهنا البصل هبتدي بقى احطله التوم وعايز اشم كده ريحة التوم وبعد كده عايز احطله الفراخ المتنسلة المسلوقة ومتقطعة او متخطصة يعني كده ممكن احط لها مكعب زبدة كده بيعمل لها طعم حل وهبتدي بقى احط ملح وفلفل على الحشوة هنا ملح وفلفل وعلى سوس الانشلادة اللي احنا عاملينه مع بعض ده هنحط برضو ملح وفلفل وهحط بقى رشة القرفة هنحط رشة الكام علقة صغيرة كده من الكامهون التشيلي باودر او هنستبدله بالشطة والبصل الباودر والتوم الباودر كده ونقلبه وده كده بيبقى اسمه سوس الانشلادة اهو خطير ده كده جاهز وتمام وزي الفل هحطه كده على جنب واجيب الحشوة هنا جنبي وقلبها بقى اللي هو التوم والبصل والفراخ المسلوقة المتفصصة وحطنا ملح وفنسل كده هاعمل ايه بقى كده برضو الحشوة بقت جاهزة معايا وكمام وزي الفل هاعمل بس كده ايه اشيك ده واجيب بقى صانية بسامية بايريكستوجن اي حاجة زي ما احنا عايزين ومعايا عيش التورتيا اللذيز ده كده هجيبه هنا كده جنبي اول حاجة طوس الانشلادة هناخد منه كبشة ونحطها في الصانية كده اهو ونوزع الصوس كده من تحت بالشكل ده كده شدر مثلا شوية جبنة متزارلة براحتكو يعني المتوتر عندكو او اي مجموعة ميكس جبن موجودة وهنلف الكلام الزريف ده كده مع بعضه اهو اي حاجة خرجت كده ادخلها اهو وهاخدها كده وهحطها في الصانية كده بالشكل ده اهو نعمل واحدة كمان احنا بنقدر كده ايه نلفهم بالشكل ده ونرسهم في الصانية ونحط كمان على الوش تاني من السوس بتاع الانشلادة اللطيف ده ورشت جبنة متزارلة اخيرة وبندخلها بعد كده الفرن كل الحاجات مستوية مفيش مشكلة احنا بس عايدين السوس اللي احنا حطناه مع عايش الترطية يكون نمسك نفسه ودخل كده في التسوية وكمان الجبنة اللي احنا هنحطها على الوش تكون اخدت لون فتبقى ايه الغدوة جاهزة كده اهو هتبقى بصوا بالشكل ده كده هقوم واخدا من السوس وايه وحطه كده على الوش برضو زي ما انتو شايفين وشوية جبنة متزارلة وفرن سخن درجة حرارة مية وتمانين تدخل الصانية الحلوة دي لمدة تقريبا ربع ساعة هتلاقي الجبنة ساحت احنا مش محتاجين اكتر من ربع ساعة عشان الجبنة شكلها يسيح من غير ما نفتح الشوية ولا اي حاجة عشان ما تغمقش مننا قوي انا كده عملت معاكو دلوقتي نص صانية بغزيم مالكو لكن هي بقى لما بتكمل بتبقى صانية شكلها لزيز جدا من طعمها حل وقوي ونقدر بقى نقطعها ونأكل ملح زي ما احنا عايزين بالهانة والشفة هتعجبكوا قوي 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 جربوها كده قولونا ايه رأيكم واصل بسرعة للم اللخبطة دي ونرجع بمقادير الايس كوفي حاليكم رائنة